دعات وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين الراغبين في أخذ تطعيم فالنيفا الفرنسية المضاد لفيروس كورونا للتوجه مباشرة إلى المراكز الصحية التي توفر هذا النوع من التطعيم دون الحاجة للحصول على موعد يأتي ذلك بعد أن تسلمت مملكة البحرين أولى دفعة التطعيم من الجمهورية الفرنسية في مرسل ماضي وأشارت وزارة الصحة إلى أن المملكة تعد أول دولة في العالم توجيز وتتسلم تطعيم فالنيفا الفرنسي لكوفيد-19 والذي تنتجه شركة فالنيفا الأوروبية المتخصصة في تطوير وإنتاج تطعيمات للأمراض المعدية حيث وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على الاستخدام الطارئ له كما أجازت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة استخدامه مؤخرا وذلك بعد استفائه معايير السلامة والجودة والفاعلية وأوضحت وزارة الصحة أنه يمكن الإطلاع على قائمة المراكز الصحية التي توفر تطعيم فالنيفا والبروتوكول الخاص بالجرعة الأولى والثانية والجرعة المنشطة منه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التابعي لوزارة الصحة اشتركوا في القناة